أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة عدم وقوة أي ضرر في المواقع النووية الإيرانية بعد إعلان التلفزيون الرسمي الإيراني سماع دوي انفجارات قوية في سماء محافظة أصفهان وذلك إثر تصدد دفاعات الجوية لمسيرات مجهولة نعم ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين قولهم إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ ضربات ردا على الهجوم الإيراني الذي استهدفها السبت الماضي وأكدت السلطات الإيرانية عدم وقوع هجوم صاروخي أو بتضرر المنشآت الحساسة أو رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على هذا الموضوع في أحدث حلقة من سلسلة ما أطلق عليه بالرد بالرد بين إيران والاحتلال الإسرائيلي الذين خرجت مواجهات الضل المستمر بينهما منذ فترة طويلة إلى العلن أفادت السلطات الإيرانية بوقوع انفجارات بسماء مدينة أصفهان وأكدت عدم وقوع هجوم صاروخي أو تضرر المنشآت الحساسة بينما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين قولهم إن إسرائيل نفذت ضربات انتقامية ردا على الهجوم الإيراني الذي استهدفها السبت الماضي وقد رفض جيش الاحتلال التعليق على الموضوع وقالت وكالة أنباء إيرانية إنه تم تفعيل المضادات الدفاعية الجوية في أجواء عدد من محافظات البلاد مؤكدة إسقاط ثلاث مسيرات صغيرة ونفت إيران حدوث أي انفجار أو أضرار في مدينة أصفهان في حين أفادت تلفزيون الرسمي الإيراني بعدم تأثر أي منشآت نووية أو استهداف مواقع نووية في المدينة كما أكدت إيران على عدم وقوع انفجارات في مدينة تبريز قائلة إن الأصوات التي سمعت نجمت عن تصدي الدفاعات لأجسام مشبوهة مشددة على عدم وجود أي خرق أمني على حدود البلاد وكان قد حذر وزير الخارجية الإيراني من أنه في حال أي استخدام للقوة والعدوان على المصالح الإيرانية لن تتردد إيران للحظة فالرد عليه بشكل فوري وحاسم وقوي موضحا أن هذا القرار غير قابل للتغيير وفي الوقت الذي أفادت تقارير باجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بشكل طارئ لبحث الهجوم في أصفهان أعلن الحرس الثوري الإيراني حالة التأهب القصوى في جميع قواعده ومعسكراته في عموم إيران في المقابل قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن إسرائيل شنت غارة جوية داخل إيران ردا على هجومها بالصواريخ والمسيرات في حين قالت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية إن إسرائيل نفذت الضربة داخل إيران في خطوة تهدد بدفع المنطقة إلى صراع أعمق مشيرة إلى أن الهدف ليس نوويا اشتركوا في القناة